بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل في أحسن أحوالكم إن فطر قلبي على القطة والكلاب المساكن اللي راحوا ظالم في جرة المظلوم يعني اللي خاطيهم والتعماليهم واللي ماشى مراد راحوا في جرة المراد مساكن يعني مجزرة حقيقية وهذه تبقى ستاني الإيكو سيستام منتع الأحياء قدركوا تشوفوا كيفاش الفئران تغزوا المناطق والأحياء اللي نحاوا منهم من الكلاب والقيطات وتشوفوا الحيوانات الضالة الأخرى اللي كانت تتغدى عليها وتنقص منها اللي كانت تؤدي الإنسان دو كاكين حاولهم دوك ليكو سيستام كاغي مورا هو كاتاستروفيك ربي يهدينا وشون قولك يا البنات يعني قلبي قلبي أنفطر عليهم ساكن على كل حال حطيت لكم باك هذا الفيديو كوم ديبيو يعني باش نهدر بك على الموضوع ما قدرتش نعدي عليه مورو الكرام ونديروح يكلي ما شفتش ربي يهديهم ونوكلوا ربي يهدو وشون قولو السقر راهو لبس راهو قاعد يكبر راهو معليش يعني راهو قاعد يوالف ينفوا ييعود معليش ويقدر يطير انطلقوه في الغابة طبعا هننسكنوا منطقة غابية ممكن جدا انقدر يطلعوا هكا البلاسة ويننسكننا ويتطلقوه ويرجع لناتير اللي بناتر حنتقاس معاكم واحد الفيديو قصير يعني ماشي حاجة لكن حبيت ان يعني جي جوجي كسي امبوغطن يعني حاجة مهمة انكم تشوفوني كيفاش نفصل قندورا كتن على القيس الهنا الفصالة راهي تقاسم ديجا معاكم قندورا كيفاش تتفصل على القيس انتاحا عادي جسك لا سيبون لكن هادي راهي الداخل في الخارج شوفوا راني حطيت الكتن السفيفة عن السفيفة أو لليزياغ على بعضها طلقت الكتن كامل حددته لقيته كامل مكمش بس كل قندورا كانت مخصولة حددته باش الكتن يحكم روحو قد كد جليبين ينستالي ومبعد نجي نحط القيس اللي تعطيك الزابونة طولهو يا لبنات ربما كاي الناس يجيبو لكم لقيوسة انتاحا هما بدات مخدومين غالطين اتأكدوا من الزابونة تاعكم لما تجيب لكم انه الكتاف راهو قد كتفها والتابق قد تابقها والعرضو كل شي تاحا راهو كونفورمو نام كما انا هنا لما نقيس التابق نلقاه كبير بزيف يعني التابق طايح انا هنا راح ننقص في التابق والكتاف نلقيت انه هذا الكتاف كبار بزيف يعني ربعين سنتيم تقريبا كما كتاف راجل المرأة ما تجيش في كتافها ربعين دائما الكتاف العراض عند المرأة راهي 38 سنتيم ومعي يتنخدم الناس حتى ب 35-36-37 سنتيم وتجي لقندورا ويقف على الكتاف قد قد انا ما نحبش نكبر في الكتاف غير لي كان عاد حجاب او جلابة تم نديرو ربعين حتى 41 سنتيم وطبعا راني نتبعو في مقاسات الزبائن اللي تكون حاجة تخيغا وين نطيحو في زبونا عندها 40 سنتيم في الكتاف قلنا تخيغا يا لبنات هنا حطيت القندورا ما تكون شي تاني مكمشة تكون معدولة مليح سينو لكن تكمشت راهي تنقص الكم في القياسات ونحط بالطباشير هاني نعط تلكم انه لازم من هذيك الزيادة الزيادة هدي كتاع الزوج الصباع نزيدها على القندورا حتى لتحت كاملة وانا زيت القندورا شوية ماهيش ايفازي بزيف والكتان عندي احكمت زيت لها شوية من عندي يعني باش تجيلك القندورا باهية الباهية تحلم تعد عريضة من تحت هنا القطعة اللي قصيت نتاع الظهر هي اللي هزيتها وعدلت القطعة اللقماش اللي ما زالت ونجي نحط عليها الجهة الخلفية تقدو تهزوا واحدة برك من الجهة الخلفية وتحطو عليها طبعا راهي للجهة الخلفية فيها الخياطة تعدهر هنا نفوتو شوية هذيك الخياطة نديرها دي باسي لقماش اللي راني متبقته ونجي نفصل قد هكتكت يعني راني دي باسيه واحدة سنتيم سنتيم ونص هنا فصلت ونحي القطعة اللي تزيدلي على الجوانب نحط الجهة على جيهة على الجنب القامة اللي قصيت ونجي نعمل لا مانش لا مانش نجيبوهم من القطعتين المتابقيتين عند رأس اللقماش ومن تحت يعني من فوقه من تحت ذاك القطعتين اللي يقعدو هما اللي يجيبو منهم اللي مانش هنما يا لبنات نقدر نقول لكم انه قندورة انتع ميترتين تقدر تتفصل يعني بالطريقة هذي وبالليمانش تاني لك اللي مانش يجيو تخواكها وسيدا ما تفوتش دورة الصدر مية وعشرة أنا كنت نقول مية وعشين لكن الأقمشة لما تتخسل وتشرب راهي مش مش ممكن انها تتخسل لكم بدورة الصدر مية وثلاثين يعني مية وعشرة هي المخيرة واكبر ماقاس نجي من بعد نعدل هذي القطعتين نحطهم على بعضها اهم دبقان هني نخدم هنا بالقطعة يعني دارت دريع واحد ولازم نديروا فيها الخياطات برسكو واحدة محلولة واحدة مقفولة نخيط المحلولة والمقفولة نزيد نديرها خياطة باش تجيني كيف كيف يعني تكون خياطات في اللي مانش كيف كيف حبيت نحط عليهم غغنيتور كما تقسمت معاكم ديجا دي فيديو كيفاش نحط لغغنيتور تجي في طول الدراع مش الطول كامل يعني اجيزت ملقب دامبرك لكن نحطوه في طول الخياطة وكل واحدة تحط لغغنيتور اللي تخرج عليها هنا راني نحط في العلامات انتع التابق التابق تابق تاعد قندورة هذي ما هوش نفصل المليح انا نفصل التابق انتاعي مش ملزمة اني نفصل انا كمام راني عندي القياس لكن انفصل بالمقاييس انتاعي ندير خط ما بين تحت الدراع يعني بلاست الايبط او تحت التابق ونجي لرأس اللي ديت عليها المقاس ونعمل خط مستقيم الطباشر احمر ما بينليش راح تبدل لكم فالطباشر الاخضر هو يبين لكم احسن لما ندير خط مستقيم نجي نقسم هذيك الخط المستقيم فالنص نقسم فالنص الجيهة التحتانية ندخل بسنتيم من تحت يعني رحت انفصل والجيهة الفقانية نخرج بسنتيم من تحت ندير هذيك التدويرة يعني واحدة النصف دائرة يعني خط منحاني كل واحد كيف يسميه وممكن جدا ترجعوا للقناة البلاي ديست راهي فيها دورة تكوينية قائمة التشغيل فيها دورة تكوينية على كل شي يعني كل تفاصيل اللي تخيطوا بهم قندورة حيج أبلي كثير كنتلقوها في الدورة تفيد كم بزاف يا لبنات هنا فصلت لامنش نعدلها شوية بك راح للمقص لمقص كامل حفاولي يا بنت والله ملقيت واش نشري لازم نمقص تعال حديد يستهر ربي إن شاء الله يوم يوم جميل يوم موافق ومع السلامة